لو عندك كربة وابتلاء أنا جاب لك النهاردة هداية نميبة ما حصلتش والله هداية من أمير حبيبك كده خدها مني وطبقها بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرضعنك ويسعدك ويفرج كربك وهمك يروح وتبقى سعيد وراضي بإذن الله لكن عشان أديك الهداية دي لازم تسمع كلمتين الجاين دول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أهلا بكم ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا دي دار ابتلاء مجدر جزاء الدنيا هنا بنبتلى فيها قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا دي وعدنا بالاختبار الابتلاء والاختبار ممكن يبقى خير أو شر ممكن يبقى عطاء أو منع اختبار كما شاء الله عز وجل هو رب وإحنا عبيد ونرضى بالتلاء ربنا سبحانه وتعالى لينا والاختبار مهما كان صعب ما يبقى الشر أبدا الشر أني أسقط فيه فإحنا لازم ننجح في الاختبار فيبقى أول حاجة لازم نفهمها الدنيا دار اختبار ولازم ننجح فيه لازم نوري ربنا سبحانه وتعالى مننا الرضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رضي فله الرضا الله يرضى ربنا هيرضى عننا ومن أسماء الله عز وجل الحكيم والحكمة أنك تحط الشيء في موضعه في الوقت المناسب وربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا بحكمة قد نعرفها وقد ما نعرفهاش فمنشغلش بالنا أو أن احنا نعرف حكمة ربنا من ابتلاءنا ده إيه على قد ما نشغل بالنا أن احنا ننجح في الاختبار ده طب وإيه الهداية يا عم أمير بقى أنت شوقتين عايزين ناخدها أقول لك صلي بينا عن نبي اللهم نصلي وسلم بارك على سيدنا محمد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت نقول تاني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت تقول الدعاء ده وانت قلبك مليان باليقين في الله عز وجل والله هيفرج همك وكربك هيزول وهتبسط وتفرح وهترضى بإذن الله بسخدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى هيبتلينا في الدنيا لازم ننجح نرضى فربنا يرضى عنا ربنا حكيم نثق في حكمته وانبطلش الدعاء بتاع فك الكرب ربنا هيفك عنكم بإذن الله أنا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا أشترك الصلاة السابعة أطلع لي كل الفيديوهات وفي ودتو بي هابي انشب صنة النبي نشور الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ده وبنا تقبل منا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا